أقوى الشرط الثالث في الرقيا أن يعتقد أن الرقيا سبب وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع ما الله هو الله سبحانه وتعالى إذن إن إيقار وشرب سبي كتا مقعتقد إن رقيا إني وكذلك الشرط الثالث أن تكون الرقيا بكلام معلوم مفهوم وباللغة العربية لأن تكون باللغة العربية وكذلك أن يرفع الصوت حتى نسمع ما يقول لأنه لعله يقول أشياء شركية فيرفع صوته عند الرقيا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أتنى سويا إن المين مغباس سنطلق لأسسل الله يقوله لأن يقول أشياء شركية إذا كنت أعطى هذه الشرطة فهي رقيا الشرطة وإذا أختار الشرطة من هذه الشرطة تنتقل من رقيا الشرطة إلى رقيا الشرطة وهذه علامة من علامات الساحات نسال الله السلام يعني يعرف الساحل بأن يخل بشاط من شرطة رقيا وإذا كنت أخبرتنا على المسجد أن تنتقل هذا الشرطة إلى رقيا الشرطة ومن علامة الساحل أيضا أن يكتب الحروف المقطعة يكتب الحروف والسين والكاف و هكذا بعض الحروف الهجائية المقطعة وخاصة تكتب عندهم بعد آيات القرآن لأن هذا فيها الكفر بالقرآن ومن علامة الساحل أيضا أن يتعلمون أو يدع الجمع بين المرء وزوجه نعم، كذلك معلمات الساحر أن نظر في النجوم و لا ينزم أن الساحر دائما يطلب مال و لا يطلب من المريض أن يتقرر إلى الشيطان نعم، 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 نعم بعض الناس هدان الرائع يقول لم أجد رائع شرعي، فذهبت إلى الساحر نقول له سبحان الله، لماذا تلتج إلى الخلق و لا تلتج إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ يقول لك، أنا لا أحفظ شيء من القرآن؟ هل تحفظ الفاتحة؟ لا أحفظ الفاتحة؟ نقول أقرأ الفاتحة والفاتحة فيها شفاء نعم، وأدعو الله سبحانه وتعالى ولذلك إذا قدر الله سبحانه وتعالى على عبده في سحر أو مس أو ما لذلك الأصل أنه يطوب هو بالقراء على نفسه ولا يطلب من غيره شرعو الله سبحانه وتعالى على الخلق و لا يصبح وبهذا نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله يكون من السبعين الف الذين يتخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب سببا بهذه الانانية اعمو إن مغيو نساء فالله تعالى دي سيما يقرغين إن شاء الله قالوا سيما كلمه دينها سيابوت سمرا سلم إنهما كابتو النايبو مكاسود فالوز سرغة أو يقوم بغيساب ومن الأمور التي يعني أكثر الوقوع فيها التشاؤم والتطيور دمكيان دي هما برقالة المتجد سيه يقاطو عمو إن بغتوهم تطيور إبن سنتشاؤم بلا يمنيا يعني يتشاؤم في بعض الأيام وبعض الأوقات وبعض الأماكن يتشاؤم في بعض الأحيوانات وبعض الأسواد يتشاؤم في بعض الأسواد يعني مثلا combines سيعرير ، كذلك تعالق الإقصار ؟ يعني مثلا عارض السفر تما خلق اسوار الله سبحانه وتعالى منها ويألستنزا بالدين وكذلك سبب الرب سبحانه وتعالى وكذلك سبب الرب سبحانه وتعالى وكذلك سبب الرب سبحانه وتعالى من إضافان وسبب الصحابة رضو الله عليهم وسبب الصحابة رضو الله عليهم وسبب الصحابة رضو الله عليهم كل من يتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة قطعنا في أربعة أشياء يعقبify ضوإن الله scriبه باباعدة له يبعطل الصف اية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسبب الصحابة رضو الله عليهم يجب أن تقيأتك في الله عليهم مروعنا في المساعدة وبما يكون يخش المنبي سماوات فالوطعن نبيه معنى هذا ننقل لنا الدين عن الناس مقعوم فيه وكذلك الامر الرابع طعنوا في الصحابة رضو الله علمه هذا الامر رابع فالواجب ان لا نذكر الصحابة رضو الله علهم إلا بالخير ونمسك عن الكلام فيهم سواء كان باللسان أو بالسماع أو بالقراء وعاله كان لدينا صحابة رابع وعاله كان عقل يتعامل أنه من الصحابة رابع هذا الامر كان لدينا صحابة رابع وهذا السحابة كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا معنا هذا أنهم ابتدعوا في دين الله بل هذا هو الكفر الأكبر الأولى أن نسمع هؤلاء بالرافرة لأنهم رفعوا زيد بن علي بن حسين رحمه الله عندما سؤل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه عندما سؤل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه فقال هما وزيرا جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سؤل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه فقال هما وزيرا جدي أي النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا ولي هذا سمو رفض يبقى معنا آمر آخر ونختم به إن شاء الله تعالى وهو عندما سؤل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه فقال أبي بكر وعمر رضي الله عنه فقال أبي بكر وعمر رضي الله عنه أشياء أو قطع تأخذ من بعض الحيوانات أتواجد من أجل الناس من الأجل وإن أجل الناس من الأجل أو أسد أو أشياء من البحر والأسماق والأصدق أو أجل الناس من الأجل أو أجل الناس من الأجل أو كف أو بعض الكتابات على السيارات يسعم أن هذه الأشياء تدفع العين إذا أعتقد أحد أن هذه الأشياء هي التي تدفع وتنفع وتضر فهذا هو الشرك الأكثر وإن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى أجعلها سبب وإن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى أجل 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 على أهالي القناة كأن تنشر السنة في جميع أخطار العالم وأن يترى من فضلي سبحانه وتعالى وأن يترى من فضلي سبحانه وتعالى وأن يترى من سبحانه وتعالى وأن awhile في الشرق السبب لأن يترى من فضلي سبحانه وتعالى وأن يترى من فضلي سبحانه وتعالى